جدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي إدانة نصر لكل الإجراءات والسياسات الأحدية والاستفزازية التي تهدد أمنى واستقرار المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الوضع بها جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع نظيره الإيراني عباس عرقجي للوقوف على آخر التطورات بالنسبة للعضوان الإسرائيلي على إيران وخلال الاتصال شدد وزير الخارجية على ضرورة منع التصعيد واتخاذ خطوات تسهم في تحقيق التهدئة وعدم استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية تؤدي إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة كما تم خلال الاتصال تناول الجهود المبذولة للتواصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ودخول الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة كما تم بحث الجهود المبذولة لوقف العضوان الإسرائيلي على لبنان